هذه أبرز العناوين تشافي عن الموهبة المغربية لامين يامال إنه يشبه ميسي وقد يصنع التاريخ مع البرصة البدراوي يصدم مدرب الرجاء منذر الكبير بهذا القرار بعد الإقصاء من أبطال إفريقيا أمام الأهلية بالصور الرقراجي يرد على الشائعات ويدعم الرجاء والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تشافي عن الموهبة المغربية لامين يامال إنه يشبه ميسي وقد يصنع التاريخ مع البرصة أبدت تشافي هيرناندز مدرب بارشالون الإسباني سعادته بانتصار فارقه على ضيفه ريال بيتيس بأربعة أهدف السفرة في لقاء الجولة الثانية والثلاثين من الليغا وقال بوجود كريسينسان يكون هناك أمان أكبر ويخرج بالكرة بشكل ممتاز إنها صفقة استثنائية للنادي نحن افتقدناه وسنحتاجه في الفترة الأخيرة من الموسم واتبع كان علينا السعادة التقى بعد لقاء رايو فيكانو وهذا ما فعلناه اليوم لا يمكن أن يكون أسوأ من المباراة ضد رايو ردة الفعل هذه كنا مطالبين بها واكمل إن هذه الخطوة مهمة في طريقنا لتحقيق اللقب سنلعب المباراة القديمة على ملعبنا أيضا ونسعى لتحقيق الفوز أيضا وختمت شافي هرنانديز تصريحه بالحديث عن الموهبة المغربية يامين يامل وقال قلت اليامل أن يستمتع لقد قد أن يسجل أو يصنع اليوم لديه ثقة كبيرة بنفسه وعندما تراه في تدريبات تدريك ما يملكه إنه يشبه ميسي وقد يصنع تاريخا مع البارسا البدراوي يصدم مدرب الرجاء موندير الكبير بهذا القرار بعد الإقصاء من أبطال أفريقيا أمام الأهلية انتهى مشوار النادي الرجاء الرياضي في دور أبطال أفريقيا عند دور ربع نهائي بخسارته أمام الأهل المصري في مجموع مبارتي الدهب والإياب بهدفين دون رد وحسب موقع لوسيس أنفو فإن اجتماعا مرتقبا بين رئيس النادي عزيز البدراوي والمدرب موندير الكبير للحديث عن أسباب الخسارة من دور ربع نهائي أبطال أفريقيا وتبادات المصدر أن الاجتماع يبقى عاديا كونه يأتي بعد كل خسارة مكلفة أو إقصاء مشترا إلى أنه ليس من الضروري أن يتعلق بقرار الإقالاء وشدد المصدر عينه أن المرتقب هو السمرار الكبير على رأس العرض الفني لرجاء إلى نهاية الموسم الحالي دون أن يستبدأ إمكانية حدوث مستجدات قد تنهي ارتباط التونسي بالفريق الأخضر وبت الرجاء مطالبا بإنهاء الموسم الحالي بأفضل النتائج ممكنة بعد الإقصاء من أبطال أفريقيا وعدم منافسته على درع البطولة مع السمرار مطاردته لكأس العرش بعد التأهل لربع نهائي المساء منافسة بالصوار الرجراجي يرد على الشائعة ويدعم الرجاء ضحض وليد رجراجي مدرب ومنتخبي المغرب ما تردد بشأن عدم حضوره مواجهة الرجاء والأهل المصرية في إياب ربع نهائي دور أبطال إفريقيا وكانت أنباء قد ترددت بأن رجراجي قرر عدم حضور مواجهة الرجاء والأهلية بسبب انتقادة جماهر الفريق البيضوي لها بسبب عدم ضم بعض اللاعبين لقائمة كأس العالم قطر 2022 وحضر الرجراجي في المقصورة الرئيسية لمركب محمد الخامس وقبل به تافات وتصفيقات من جماهير الرجاء الحاضرة زياش يتلقى رسالة عتاب مؤثر من شقيقه الأكبر وجه فوز زياش الشقيق الأكبر لحكيم زياش مهاجم المنتخب المغربي رسالة عتاب لشقيقه عبر حسابه الشخص بمنصة انستغرام للتوصل الاجتماعي ذكر خلالها بالدور الكبير الذي لعبه في حياة شقيقه الأصغر وكفاحه لأجل حتى صار نجما ولاعبا كبيرا في ميادين كرة القدم الدولية وقال فوز إنه تحمل مسؤولية صربية شقيقه حكيم زياش بعد وفاة والد عقب صراع طويل مع مرض العضال وكان عم حاكم حينها لا يتجاوز 11 سنة بينما كان بقية الأخوة أكبر سنن ما جعله محط اهتمام الجميع والطفل الأكثر حضا في الأسرة وفي الحي بأكملها وتبع موجها كلامه لشقيقه المحترف في نادي تشيلس الإنجليزية توليت أنا وأختك الكبرى مسؤولية تنشئتك بكل حب وعطف لقد كنت بمتابات تذكيرتي نصيف وزائبها حينما وجدتني في حياتك أدعمك وأساندك وأنت ما تزال تخطو خطواتك الأولى في الحياة وأوضح الشقيق الزياش أنه لم يتركه يواجه مصيره وحيدا في أحالك الدوروف حينما كانت الأسرة تكافح في ذلك مرض الأب وأكمل ضحيت بكل شيء بما في ذلك أسرة الصغيرة من أجل توفير الفرصة لك وتسترم استقبلك الرياضية لأنني آمنت بك كلاعب موهوب ثلاث سنوات دون توقف كنت أحرص على الوقف بجانبك صيفا وشتاء وتحد التفوز عن الفترة التي كان يتكافل خلالها بضمان التنقل الشقيقي حكيم إلى مركز التداريب دهابا وإيابا من مدن بعيدة في هولندا والجهود التي قام بها حتى يكمل مشواره في كرة القدم مؤكدا أنه لم يتركها في منتصف الطريق ولم يتخلى عنها إلى حين توقيع عقده الاحترافية الأول كما أكد شقيق زياش أن عزيز ضلوفيقار الذي يزعم أنه مكتشف حكيم زياش اللاعب السابق في صفوف أيكس مستردام الهولندية لم يساهم بأي قدر في مصاره الرياضية بل استغل نجح شقيقه إعلاميا وختم موجها كلامه إلى شقيقه الأصغر لم أترك رغم أن كل الوقت الذي خصصه لك كان على حساب أبناء وأسرة الصغيرة منعتك من اللاعب خارج الناد حفاظا على مسيرتك من أجل مصلحتك أشكرني لاحقا وذكر موقع وينوين أنه علم من مصدر مقرب من أسرة حكيم زياش أن تدوين تشقيقه تحمل معطيات صحيحة وكل ما قاله فيها كان حقيقيا حيث كان فوزي مسؤول عن زياش خلال خطواته الأولى في عالم كرة القدم وحرص على أن يوصل تدريباته بعيدا عن الشارع بالرغم من المسؤولية الأخرى الملقاة على عاتقه وفي مقدمتها أسرتها الصغيرة والكبيرة وأكمل بين سطور التدوين نقر أن فوزي أعتب زياش لأنه لم يعد يسأل عنها ولا يقدم له المساعدة التي ينتظرها منها كنوع من رد الجميل لشقيقها لا سيما أن حكيم بات اليوم لعبا مشهورا ويتمتع بوضع مالي مريحا عكسه هو الذي ما زال يكافح من أجل أسرتها بعد نجاح تجربة أناحي وحارت أولمبيك مارسيليا يقترب من ضم نجم مغربي جديد وضع فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي لكرة القدمة الدولي المغربي نصير مزراوي لعب فريق باير ميونيخ الألماني ضمن دائرة اهتمامه للتعاقد معه خلال مرحلة الانتقالة الصيفية المقبلة وتستعد إدارة فريق مارسيليا الذي يجوره تنائي المغربي عز دين أونحي وأمين حارت لفتح باب المفاوضات مع الفريق الألماني للاستفادة من خدمة اللاعب نصير مزراوي وقالت تقرير صعوفي فرنسيا أن فريق مارسيليا يسعى إلى ضم النجم المغربي على سبيل الإعراء وشددت على أن الفريق الفرنسي يطمح إلى دعم صفوفي في المركة المقبل ليسيما على موسى وخط الدفاع في ذل الرحيل المحتمل لكل من جوناثان كلاوس ونونو تفاريس ويعيش اللاعب مزراوي وضعا صعبا في فريق باير ميونيخ إذ يلازم كرسي احتياط الفريق منذ مدة طويلة اشتركوا في القناة